أكد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبدالخالق أتزازه بتكريم مصر في إطار الاحتفال السنوي الذي نظمته الأمم المتحدة بنيويورك كتخليد لدور مصر في حفظ السلام تزامنا مع الذكرى الخامسة والسبعين لعمليات حفظ السلام الأممية أشرى المندوب الدائم لمصر إلى تقدير السكرتير العام للأمم المتحدة لدور مصر الأساسي ومساهمتها بقوات حفظ السلام في كبرى البعثات التابعة للأمم المتحدة حيث شاركت أكثر من 30 ألف مصري على مدار عشر سنوات أو عشرات السنين مؤكدا أن الميدالية التي تلقتها مصر تعد فرصة لتجديد الالتزام بمواصلة العطاء والإسهام في المنظومة الأممية لحفظ السلام